النهاردة منظومة معقدة جداً لأنه بيتاخد عينات على مدار على فكرة طول الوقت عينات عشان تطمن على سلامة المياه حتى موضوع الكلور اللي تكلمنا فيه مبارح مع سيد المحافظ النهاردة مواند شريف الشربين يتكلم عليه أيضاً كلور والمياه والكميات والإتاحة والمنظومة الجديدة اللي بتتعمل والتكنولوجيا وغيره كل ده موجود ولكن اطمئنان لسلامة المياه بشكل كامل وآمن وما فيش يعني خلاف هذا الموضوع وهذا أمر لا يقبل أبداً حد يهزر فيه موضوع المياه ده ده موضوع أمن قوم بجد سلامة الناس وأمن الناس وحياتهم الدولة بتحفظ على هذا الموضوع بشكل كامل مش وزارة جميع وزارات الدولة المعنية حريصة على هذا الموضوع نتكلم على مية شرب نتكلم على إيه يعني وأنا بتكلم على غيط حتى الغيط يعني حتى الأراضي الزراعية ببقى كمان بتطمن على المية بتاعتها لأنه ده أكلنا كمان منظومة المية بشكل عام سواء الخاصة بيه الشرب أو حتى الأرض الزراعية هي المياه آمنة تماماً صالحة للزراعة صالحة للشرب ما يجيش حد يتكلم في الموضوع ده ويهزر فيه ما يجيش حد يستخد موضوع المية لموضوع يعني عشان عم أدايق الناس أو خليهم يزعلوا أو يبقى عندهم محلة غضب ولكن شعب المصر شعب وعي وعنده الوعي الكامل شرح الدكتور خلا بفار النهاردة إيه اللي بيحصل فيه منظومة مياه نهر النيل مية آمنة بنسبة مليون في المية مش مية في المية مليون في المية